إذن فيما سميت بمصفحة المونجيال علق الرئيس التركي رجب طيب أردغان على مصفحة رئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قطر مؤكدا أنها كانت الخطوة الأولى نحو التطبيع وتأسيس السلام مع مصر وبحسب وسائل إعلام تركية قال أردغان أنه يريد أن تكون الاجتماعات مع مصر على مستوى أعلى واستئناف محادثات التطبيع وأضف أردغان أن الطلب الوحيد لتركيا من مصر هو تغيير في الموقف بشأن الثروات في شرق البحر المتوسط وأكد مسؤول في رئاسة التركية أن هذا هو التواصل الثنائي الأول بين الرئيسين وذكرت وكالة الأنضول أن أردغان صفح الرئيس السيسي وأجرى لفترة وجيزة محادثات معه ومع قادة آخرين بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبدالله الثاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من أسطنبول دكتور سامير صالحة الأستاذ في العلاقة الدولية أهلا بك ومن القاهرة دكتور سامير غطاس رئيس منتد الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية أهلا بكم ضيفي الكريمين وأسمح لي أن أبدأ من إسطنبول معك دكتور صالحة دكتور صالحة في الواقع إذا عدنا للتصريحات السابقة كان هناك تصريح في سنة 2013 للرئيس أردوغان قال فيه لن أصافح انقلابينا ولن ألتقي بتاتا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فما الذي تغير منذ 2013 إلى اليوم؟ صحيح مساء الخير للجميع أولا أهلا بك طبعا أتفق معك إذا ما عدنا إلى الأرشيف نستطيع أن نجد فيه الكثير من المواقف التصريحات الحد لكن يبدو أن تركيا على ضوء المتغيرات في سياساتها هذه المصالحة التركية مع العديد من العواصم في المنطقة هذا التحول وما سميناه دائما إعادة التموضع في العديد ولكن ما أبرز هذه المتغيرات دكتور صالحة حتى ندخل في جوهر الموضوع ما أبرز هذه المتغيرات يعني حضرتك هل تضع مصر من ضمن مجموعة دول تود تركيا التصالح معها أو تمتين العلاقات أكثر معها أم أن لمصر خصوصية في هذه الثنائية من العلاقات طبعا التحول في الموقف التركي الرسمي حيال مصر قديم بدأ أكثر من عامين ولكن لم نصد إلى نتيجة يعني الحوار الاستكشافي الذي تم لم يؤدي إلى نتائج بعد الحوار الاستكشافي قبل أيام تابعنا أنا وأنت تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه لا يوجد أي اختراق حقيقي في التعامل مع ملف العلاقات بعد ذلك أيضا جاء تصريح مولود شاوش أولو ليؤكد عدم حدوث تقدم أيضا لذلك هذه المصافحة برأيه اختراق حقيقي لمرحلة جديدة في العلاقات أنا وأنت لا نعرف تماما ما الذي دار بين الرئيسين في حوارهما القصير لا نعرف هل بعد هذه المصافحة كان فيه لقاء جانبي مثلا طبعا لا نملك أي معلومة أو أي ما يوثق هذا الطرح مجرد فقط ولكن أعتبرتها على الأقل أعتبرتها اختراق حقيقي خليني أو اسمح لي أن ألتقط منك هذه العبارة وأنقلها للدكتور غطاس دكتور غطاس هل تعتبر بأن هذه المصافحة التي في الواقع انتبه لها كثيرون وشدة تنتبه كثيرين هل تعتبرها اختراقا حقيقيا وهل يمكن البناء عليها كما يقول الرئيس أردوغان هي خطوة أولى لبناء مصار أمتا مع مصر أنا أعتقد أن توصيف ما حدث في الدوعة هو أنها أكبر وأكثر من مصافحة دبلوماسية لكنها أقل ربما بكثير من حدوث اختراق أو التحرك نحو تطبيع لأنه ما تزال هناك على الأقل سلاس قضايا أساسية عالقة بين الطرفين مصر يجب أن أثبت أولا أن مصر رسميا لم تقم بأي سلوك عدائي تجاه تركيا العكس هو تماما الصحيح وبالتالي فإن المسئولية تقع سياسيا على الجانب التركي أن يصلح ما أفسده وهو منذ 2013 حتى الآن إذا سألتيني عن الأسباب في تغير موقف التركي حتى الآن أستطيع أن ألخصها في نقاط عديدة دمرة واحد أن ما يسمى بمشروع العثمانية الجديدة وصل إلى منتهاء وأفلس تماما وبالتالي فإن أردوغان مضطر لأن يعود مرة أخرى إلى سياسة وزير خارجياته السابق أغلو الذي دعا إلى تصفير المشاكل مع كل الدول وخاصة الدول العربية أثنين أن أردوغان مقدم على انتخابات وهو يريد أن يدخل هذه الانتخابات بأوراق قوية ثلاثة أن أردوغان يقيم علاقات حرة الآن أو دافئة على الأقل مع الجانب الإسرائيلي ويريد أن يوازن ما بين علاقاته مع الجانب الإسرائيلي حيث استقبل الرئيس الإسرائيلي في أنقرة وهن أنتنياه وأخيرا على فوزه بالانتخابات وأيضا أرسل تعازيه على مقتل ثلاثة من المستوطنين الإسرائيليين في عملية فدائية فلسطينية وبالتالي هو يريد أن يوازن ما بين هذه العلاقات الدافئة مع الجانب الإسرائيلي بعلاقات مع مصر ثلاثة أو أربعة أنه يعرف أنه بدون العلاقة مع مصر لا يمكن أن يؤدي إلى تطبيع فيه الشرق الأوسط هو يدرك قيمة مصر الحقيقية وبالتالي هو سعى ويمكن أن تكون مصر مرحبة بهذا السعي لكن أؤكد مرة أخرى أن هناك على الأقل ثلاث قضايا عالقة ما تزال بحاجة إلى جهد كبير حتى نسمي ما حصل أنه اختراق طيب سأعود لك فيما يخص كذلك الجنب المصري الجنب المصري الأكيد بأنه لديه نقاط ولديه هو كذلك تغيرات عاشها طيلة هذه السنوات ولكن هذه المتغيرات التي تحدثت عنها دكتور غطاس دكتور صالحة إلى أي مدى تتفق مع ضيفي في أنه أولا هو لا يعتبره اختراقا حقيقي يقول بأن الملفات الشائكة تبدو أعمق وأثقل والمطالب المصرية من تركيا لا تزال أنقرة لم تحقق فيها شيء ثابت شيء فعلي يعني أنا أظن أن جانب المصري أيضا جاهز لي خير مراجعة سياساته في التعامل مع العديد من الملفات التي تعني أنقرة بشكل أو بآخر وصول منتدى الطاقة الذي تم التأسيس له في القاهرة وصل إلى طريق مسدود لماذا؟ لأن العديد من الأطراف التي كانت شريكة في هذا الممتدى الآن تنسق مع تركيا بشكل مباشر عفوا مصالحات بين تركيا وإسرائيل تقارب واضح بين تركيا والإمارات وخسارة العديد من الدول للرهان على الورقة اليونانية الآن التي باتت معزولة أكثر فأكثر بسبب مواقفها وسياساتها في أكثر من دافع برأيي بينه أيضا وصول القيادة المصرية إلى قناعة أن التقارب التركي المصري بطابع إقليمي قادر على صناعة الكثير من الإنجازات التي تخدم مصالح الطرفين لذلك القيادة المصرية أيضا جاهزة برأيي نعم لفتح هذه الصفحة الجديدة باختصار الرئيس أردوغان في طريق العودة من الدوحة تحدث إلى الإعلام وأنا رأيي أنه طرح خارطة طريق في ربما حسب تصوره هو في شكل المرحلة المقبلة من العلاقات التركية المصرية عندما قال أنه سيكون نقترح أو الهدف هو لقاءات وزارية وبعد ذلك لقاء على مشتوى القمة فهذا يعني أنه نعم مثل هذه المسائل تم طرحها ونقشات ويبدو أنه في تفاهمات ربما حولها حال تتفق دكتور غطاس لا لا صحيح هناك سلاسة قضايا متزال عالقة حتى الآن القضية الأولى هي ملف الإخوان المسلمين وحتى الآن كل ما وعدت به تركيا عادت عنه وتنكرت له مؤخرا تم عقد مؤتمر في تركيا لما يسمى بالطيار السالس وهو الطيار الذي يعلن تمسكه بمسألة الكفاح المسلح أو ما يسمى بالإرهاب في داخل مصر وهذا يعني يجب أن يتوقف تماما مصر طالبت بتسليم عدد من قيادات صادرة بحقها أحكام ولا يقول لأحد أن تركيا ترفض التسليم سابقا في 5 فبراير 2019 سلمت تركيا محمد عبد الحفيظ حسين وهو متهم في قضية اغتيال النائب العام وسلمت أيضا تركيا القص الأمريكي عندما طالبت به الولايات المتحدة الأمريكية سلمته وبالتالي ما يزال ملف الإخوان المسلمين رغم بعض الإجراءات التي رحبت بها مصر حول تقنين وجود الإخوان المسلمين ولكن دكتور غطاس ولكن حضرتك ما الذي تقصده بالقول بأن تركيا سلمت في مقابل فلا تقول لي بأن تركيا لا تسلم وكأنك تشير إلى أن تركيا تستخدم ملف الإخوان وتسليم من صدر في حقهم حكم في داخل المصري تستعمل هذا الملف للضغط أو لتسيير بعض الملفات الأخرى نعم صحيح عندما نتحدث عن ضرورة تسليم إرهابيين مدانين في مصر وتجري محاكماتهم في مصر وجرت محاكماتهم في مصر وتطلب مصر تسليمهم وفقا القواعد الدولية يقولون لنا في تركيا أن من حيث المبدأ تركيا ترفض تسليم أشخاص موجودين على أراضيها ذكرت أن محمد عبد الحفيز حسين وذكرت القصة الأمريكية وهي تدلل على أنه لا يوجد ما يسمى بمبدأ عدم التسليم ويجب أن تقبل تركيا تسليم مدانين في قضايا إرهاب في مصر هؤلاء تجري محاكماتهم مرة أخرى عند تسليمهم كما حصل مع عديد من الذين أعيدوا إلى مصر مرة أخرى هذا ملف الإخوان وملف الإخوان ما يزال عالقا ولم تقدم تركيا إلا القليل في هذا الملف الملف الثاني هو ترسيم الحدود البحرية وهذا ملف الأهم وذكره الرئيس التركي هنا يجب أن نسكن أن تركيا هي البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط التي لم تعلن قبولها بقرار الأمم المتحدة حول قانون المياه 1982 الذي يحدد عمق المياه الإخليمية الاقتصادية تركيا لا تقبل ورفضت تماما قبول هذا القرار وبالتالي لا يمكن إعادة ترسيم الحدود إلا بعد أن تعلن أولا تركيا موافقتها على قرار الأمم المتحدة الخاص بقانون البحار وتقبل هذا القرار الذي صدر 1982 ولكن قبل الذهاب إلى نقطة الملف الليبي سأبقى معك بخصوص ترسيم الحدود البحرية وما تحدث عنه الرئيس أردغان هو تقدم بمطلب قال بأن هذه النقاشات أو هذا المسار التفاوضي مع مصر سيمتن إذا ما غيرت مصر موقفها فيما يخص أثروات في شرق البحر المتوسط هل تعتقد دكتور صالحة بأن هذا قادر أن يقبل من الجهة المصرية لأن ضيفي يقول لك بأن على تركيا أن تحدد كذلك مواقفها بل أكثر من ذلك أن تنفذ ما جاء من اتفاقات بالضبط من اتفاقات دولية سابقة يعني موضوع الطاقة في شرق المتوسط جزئية في النقاش التركي المصري صحيح الرئيس أردغان أشار إليه لكن الرئيس أردغان أشار إلى أكثر من مادة أيضا في موضوع العلاقات التركية المصرية يعني ركز على أهمية عودة هذه العلاقات كمصالح تخدم البلدين هذه النقطة برأيي كما قلت لك الجانب المصري الآن يعرفها تماما المسألة ليست مرتبطة بموضوع الإخوان برأيي أنا أن هذا الملف انتهى تقريبا لم يعد فيه نقاشات ذات قيمة في هذا المدلول والدليل أنه أنقر الآن تناقش مع القاهرة ملفات بطابع إقليمي استراتيجي أكثر من موضوع صالحة يبدو أن الموضوع لازال موضوع شائق ولم ينتهي هذا ما دكتور أطاس لا يمكن القفز عليه هذا ما كنت سأقوله لك باختصار طبعا لك أوتيني بعض الوقت أيضا مثل ما أعطيت لضيفك الكريم أكيد في مشكلة أساسية هنا في تحليل وقراءة الإخوة في مصر لمسألتين موضوع اتفاقية قانون البحار 82 التي لم توقعها تركيا تحفظت عليها هذا مرتبط بسياسة تركيا المائية مع اليونان في إيجا في شرق المتوسط توتر في ملفات متداخلة مائية يرفض الجانب اليوناني الجلوس ومناقشتها اليونان تستقوي بالاتفاقية الاتفاقية قانون البحار لأنها وقعتها كجزء أيضا من المجموعة الأوروبية لا أحد بمقدورية أن يلزم تركيا بتوقيع اتفاقية من هذا النوع إذا ذهبنا إلى طابرة حوار واعتمدنا جزئيات من هذه الاتفاقية نعم هذا ممكن بالنسبة لأنقرة لكن الحديث أن أنقرة لم توقع وكأن تركيا تتهرب أو تتجنب هذه مسألة لا تعني مصر لا من قريب ولا من بعيد الآن في نقطة أهم أيضا أن هذا النقاش الذي نتحدث عنه في موضوع الإخوان تسليم مطلوبين لمصر نعم تسليم مطلوبين مسألة موجودة في الاتفاقيات بين الدول تسليم مطلوبين هذه مرة أقولها بشكل واضح لضيفك يعرف أن المسألة أفضل مني تسليم مطلوبين بتهمة أو بمحاكمة الإعدام هذه مسألة مستحيلة بين المستحيلات بالنسبة للتركيا حدث حدث مسألة فردية وأشعلت الداخل التركي مطولا كيف تمت عملية التسليم ولماذا الآن أعود إلى نقطة الأساسية نعم أن تركيا جزء من اتفاقية للمجلس الأوروبي مؤهدات واتفاقيات مع المجموعة الأوروبية بعدم تسليم من هم مطلوبين بحكم الإعدام أظن جانب المصري يعرف ذلك أفضل مني لذلك الإصرار على تسليم أشخاص مطلوبين بهذه التهمة أو بهذا الحكم هذه بين المستحيلات بالنسبة لأنقلات المصري هي في كل الحالات مجموعة من النقاط ومن الملفات بالغة الأهمية وملفات شائكة ستكون على طويلة القادة إذا ما كان هناك حياة لمبعد هذه المصافحة ولكن أختم معكم بسؤال لكم وسأبدأ معك دكتور غطاس نتحدث عن منسوب الثقة وثقة شيء مهم جدا بين الأطراف في مثل هكذا مراحل هل تعتقد بأن هناك نسبة ثقة أو حد أدنى من الثقة كاف للبناء على مبعد هذه المصافحة يعني ما يسمى بالعلاقات التركية المصرية لم تبدأ بالمصافحة هي وصلت إلى حد المصافحة لكن بدأت بمقابلات مع جزء المخابرات في كل من البلدين ثم لقاءات على مستوى الوزراء وصلت الآن للأسباب التي أشرت إليها لجانب الوساطة النشطة من قطر التي هي الوسيط المعتمد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي لها علاقة سنائية بكل الطرفين وبالتالي كانت هذه فرصة لعقد هذه المصافحة قلت أن المصافحة هي أكبر من مصافحة دبلوماسية لكنها أقل بكثير من التحدث عن اختراق حقيقي بدون تسوية الملفات التي أشرت إليها أسهلها لإخوان المسلمين بالتأكيد لكن لا يمكن الحديث عن مصالحة في ظل تمسك عدم توقيع تركيا على اتفاقات القناة وهي تريد أصلا المشكلة الأساسية هي تريد ترسيم الحدود البحرية مع مصر على حساب أو بديلا لترسيم الحدود مع اليونان وهذا أمر لا يمكن أن يحدث فيه بالنسبة لجانب المصري إلى جانب القضية البدية التي يجب أن يكون هناك وقت متسع للحديث عنها أكيد سنعود لها في حلقتنا القادمة ولكن دكتور صالحة هل هناك حد أدنى من الثقة لدى القادة للبناء على هذه المصافحة أعتقد؟ يعني على ضوء ما سمعته أنام تصريحات مواقف الرئيس التركي في طريق العودة من الدوحة أظن أن أنقرة الآن تقدم أكثر من ورقة بشكل مكشوف باتجاه الجانب المصري وضع شروط مسبقة قبل الذهاب مجددا إلى الحوار سواء كان على مستوى الوزراء أو غير ذلك أظن أن هذا سيعقد الأمر أكثر فأكثر أنا أظن القيادات المصرية الآن هي عندها الكرة في ملعبها لتتعامل مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوان في إطار أي اتجاه ستقرر وتحسن مواقفها موضوع سيبقى للمتابعة أود شكراكم جزيلا شكر من إسطنبول دكتور سمير صالحة لأستاذ العلاقات الدولية شكرا لك ومن القاهرة دكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية شكرا لكم